أهلا بكم عودة من جديد لعشر الصبح في الأهلي ومن جدد ترحيب بكل حضراتكم في أول فقرة حوارية معنا في حلقتنا النهاردة مش هتبقى أي فقرة لما يكون الطرف التاني فيها بطل العالم فلا الموضوع كبير احنا منتكلم على الستريت ووركاوت اللي بايت موجودة في حياتنا وبينا نشوف كتير من الشباب بي مرسوها سواء على سبيل الهواية أو بشكل احترافي كما هو الحال في حالة بطلنا اللي منورنا عايزين نتعرف عن الرياضة دي وعلى أبطلنا في هذه الرياضة من خلال وجود الأستاذ عمر أحمد الجندي صاحب الذهابية العالم بسم الله ما شاء الله من اليوم مبروك وأهلا بك معنا في عشرة الصفر بالله أخبارك ايه كله تمام؟ برزاف والحمد لله أولا طبعا حاجة عظيمة وحاجة مشرفة وبطبيعة الحال إنجاز عالمي بالشكل ده ما بيجيش من فراغ فعايزين نعرف بقى ما قبل الحصول على هذه الرياضة الرحلة اللي انت مشتها والمرة متعشمين في أن انت تعرفنا أكتر على الرياضة دي تمام أولا أنا بدأت طبعا الرياضة دي بقى لي تقريبا حوالي عشر سنين هي رياضة كلها عبارة عن وزن جسم فهي زي الجيم ناس بتروح الجيم بتتمرن بتبني جسمها أو بتبني عضلات بتعتمد على وزن جسم بس كلها وزن جسم فإحنا كل تمرين عبارة عشر سنين معناها أن في الفترة دي ما كانتش دسه الرياضة معروفة في مصر بضبط كده يعني شفتها أنا كنت بسافر بره كذا مرة فشفتها بره عجبتني بصراحة أن هي فيها تشالينج كده وفيها يعني حاجة يعني أكتر من الجيم إن هي ممتعة أكتر من الجيم إن أنا واحد أفضل وقف مثلا في ملاي أو كده لأ أنا بتحرك وبعمل حركات جديدة وبفضل أعلى في الموضوع فاتشجعت بصراحة وعجبتني وبدأت بقى كنت لسه طبعا صغير لسه بدأت تجرب فيها لحد ما الحمد لله لكن قبلها أو قبل العشر سنين ما كنتش بتلعب رياضة تانية مثلا؟ لا كنت بلعب طبعا رياضة أنا الحمد لله من صغري بلعب رياضة كنت بلعب قوة زمان ولعب تجهود وفترة وبعد كده دخلت بس لقيت نفسك أكتر بضبط هي بتبع بارعا إيهال هي ألعاب بعينها لازم تتلعب ومن خلالها بتتم المنافسات؟ هكتبوس هي فيها كذا كتجري بس إحنا التمرين كله عبارة عن حاجات وزن جسم فأنا بأعمل زي عقلة وضغط وماصل أبس اللي هو بأطلع فوق البار خالص فكلها حاجات للقوة أو الماصل زياني بس كلها وزن جسم بس إحنا بقى عندنا بيبقى في كذا حاجة بس البطولة بيبقى فيها زي ماصل أبس وبول أبس وبوش أبس الحاجات دي كلها ده الكاتجري بتاعنا اسمو سترانف بس كلها حاجات من اللي ممكن تتعامل في الجيم مثلا؟ ممكن بس محتاج عقلة لازم تطلع فوق يعني لازم تبقى عقلة مخصصة على حاجة زي كده بس أنا تخيلت إن هي فيها الشيء من الباركور في حتة إن هي في الشارع بتمرس في الشارع لا لا تخيلت كده؟ لا 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 أصلا اسمها كالستانيكس أو ستريت وركاوت فالتنين هي بس يعني سموها كده عشان هي مالهاش أدوات كتير مالهاش إكويبنس كتير إن أنا محتاجة مرة أنا ممكن فعلا في الشارع لو في بس عقلة والأرض أعرف أطمرا عادي ابتدت تنتشر في مصر؟ أنت أكيد بحكم أن أنت يعني متابع أكيد اللي بيحسر خلت ما لك إن الحكاية ابتدت تنتشر شوية؟ إحنا يعني الحمد لله بقلنا طبعا في الأول ما كانش يستحد عريفة خاصة كنا بنعاني إن إحنا نعرف الناس بيها أصلا بس مؤخرا بقى في أماكن كتير بنمرن الناس أنا كوتش دلوقتي فإحنا عندنا مكان بنمرن وفي أماكن كتير فتحت فالناس بدأت تتجه للموضوع يعني الحمد لله يعني شاكوين كده لأطات دي كانت بطولة الجمهورية هنا في مصر كتت إمتى يا بعمل؟ دي كانت في العيد اللي فتت أيهاً بعد عيد بالزبط أوكي بعد عيد بالزبط وطبعا الحاصل على المركز الأول الحمد لله وليس اللي يأخذ المركز الأول العالمية وليس سيأخذه على مستوى المقرأي أنا تأخذت بطولة العالم بعد البطولة دي يعني أوكي دي بطولة العالم الصعوبات اللي فيها إيه يعني هل يعني متعتمد بالكامل على القوة البدنية ولا برضو بتحتاج شيء من التركيز شيء من اللي والله هم يعني المفروض دايما الالتحيات في البطولة بيحط النسات معينة هو بيحط أرقام مثلا عشر عقلة عشرين ضغط خمسين كذا مثلا ستة أو سبعة تمارين ولي بيخلصها في أقل الوقت هو ده اللي دايما بيكون ده الأقل الوقت هو اللي بيكسب يعني فطبعا انت معتمد على القوة وتقسيم التمارين يعني أنا ممكن في النص إن أنا أجيب أخري فتعب خالص فأقف فإن أنا لازم أقسمها فطبعا فيه مخ برضو شوية إن أنا أقسم فريح في النص فقدر أكمل ونفس طبعا جدا عشان بتخلص كل حاجة بسرعة بس فأنت بتحاول تخلصها أسرع حاجة تقدر عليها عشان تجيب أقل الوقت فتكسب إحنا عندنا يعني منتخب للرياضة دي ولا ما وصلناش لله؟ والله يا وفيه التحاد لسه مؤسس مؤخرا يعني التحاد وليد يعني اه التحاد لسه جديد بس بقاله كذا سنة يعني فإحنا دي تقريبا تاني سنة نشارك في بطولة العالم السنة فاتطلعوا مجموعة برضو ما شاء الله حق ومراكز السنة دي تاني سنة نشارك في الكاتجري ده يعني فإحنا يعني يعتبر إحنا المنتخب في دلوقتي اللي بيتأهل من طوط العالم أول من كل كاتجري هو اللي بيطلع يعني في المنتخب وبيطلع في رياضات معينة عمر يعني مش رياضات معينة هي أغلب رياضات بعيدا عن الكرة كرة القدم وبعيدا عن السكواش مؤخرا وكرة اليد بس بيسموها رياضات مظلومة من منطلق إن هي مش ملقى عليها الدوق اللي ملقى على غيرها من الرياضات مابتاخدش الدعم والرعاية من الرعاء اللي بياخدوها اللعيبة في رياضات تانية إلى أي درجة الكلام ده ينطبق على الرياضة دي؟ والله يعني مؤخرا كان فعلا ده إحنا بنعاني ده حد محدش يعرف أصلا اسم اللعبة حتى ناس كتير بتتمرن جم أو بتحب المجال ده في الرياضة بيتفاجؤ بيها ولما بيجربوها بيحبوها جدا لحد مؤخرا حمده لما بقى في بطولات وبقى في ناس تبدأ تعرف أسمينه وكده فالموضوع بدأ ينتشر شوية بس طبعا لسه ما فيش الضوء بطولات بينظمها للاتحاد؟ الاتحاد في مصري ينظم بطولة الجمهورية وفي إفنتات كمان بتتعمل وبعد كده بنطلع بطولة العالم لكن هل الرياضة دي ليها فرق في أندية مختلفة جوا مصري؟ لا لسه لا لسه لا كل شيء فردية يعني أماكن بتمرن وكل ناس بتشارك فردي كده طب ليه مش موجودة في النوادي؟ هل مثلا هل تواصلت بخصوص النقطة دي مع حد من الاتحاد مثلا؟ والله إحنا بنحاول طبعا في ناس في الاتحاد يعني بتحاول تعمل الموضوع ده بشكل قوي وهم بصراحة بقالهم سنين يعني بيعفروا وهم أنا شايف نوعا إن إحنا نقدر نشاك في بطولة العام وإحنا نقدر نحق مركز فأكيد هم بيعملوا مجهود أنت شخصية الدليل على ده؟ الحمد لله أنت تأكيد لللي أنت تتكلم عليه ده بالمناسبة كواليس بطورة العالم كتت عاملة إزاي؟ والله طبعا كتت صعبة وتوتر جدا بالذات كتت في لادفيا هي أصلا تعمل في روسيا بس إن روسيا السنة دي فيه مشاكل وكده فعملوها في لادفيا طبعا إحنا كمان كان عانينا في السفر عبالة في الفيزا جت بطولة الجمهورية كانت متأخرة شوية بس الحتة دي من العالم فيها كعبالة جبنا طبعا فإحنا طبعا اتأخرنا شوية في الفيزا لحد ما قدمنا عليها واخدناها الحمد لله بعك سافرنا فالوقت برضو كانت ضايق شوية فطبعا كان فيه ضغط غير ضغط التامرين ضغط عصبي جدا إحنا نوصل لبطولة إحنا نشارك فيها أصلا إحنا اللي هو مين إنت ومين كان معاك إحنا كنا تقريبا حوالي سبعة أو ثمان لعيبة ومعنا كلهم من الرجال لأ كان معنا بنت كنا سبعة تقريبا أولاد وبنت ورئيس البعثة طبعا والتحب هو اللي طلعنا يعني نشارك فيها روحت وقلق بيا لقيت الوضع عامل إزاي والمنافسين أشكالهم عامل إزاي إحنا يعني شوفنا بمناظر خوفنا طبعا بس الحمد لله يعني الواحد بيعمل عليه وربنا يكرم يعني الحمد لله بس طبعا فيه ناس أقوية من بلاد كتير في العالم تقيلة في اللعبة يعني بس حمد لله ربنا كرم يعني ألف حمد حسنا زلك نطلع فاصل سريع ونرجع بعدها نكامل ده الرجل يا أهلا بكل حضراتكم مرة ثانية ورر إلينا أثناء الفاصل يا حضرات إن كابتن سيد عبد الحفيز أكد على إن فيرسيتاو وابتدى تنفيذ برنامج التأهيل البدني الخاص بيه تمهيدا لعودته من جديد للمران الجماعي وكمان أكد دكتور أحمد أبو عبلا إن أحمد نبيل كوكا أوشك على الانتهاء من كافة عمليات التأهيل طبعا ده خبر مهم جدا خلونا بقى نرجع نكمل كلامنا مع عمر النجدي صاحب دهبية العالم في بطورة العالم في الستريت ويركاوت اللي بنورنا ومشرفنا في حلقتنا النهاردة واللي عايزين بقى نعرف منه كمان يعني التفاصيل الخاصة بك أنت على ذكر التأهيل اللي كنا بنتكلم عليه فكرة التمرين هل أنت ملتزم بتمرين مع مدرب ولا أنت بتعتمد بالكامل على نفسك وعلى خبراتك المتركمة خلال الفترة الأخيرة نظام أكلك تدريباتك بتتمرن كم ساعة أو كم مرة في اليوم والله إحنا يعني طبعا أول واحد مراني اللعبة دي كان كابتن اسمه كابتن رفاعي ده أول واحد أنا عرفت اللعبة على إيده يعني في مصر هنا كان هو بدأ إدانا الأساسيات وبعد كده إحنا لما كبرنا كملنا طبعا بنجرب بقى بنقعد بقى نجرب إحنا في التمرين ونأخد نشوف مثلا ناس ببرة بتتمرن إزاي نحاول نعمل أفضل لكن مفيش مدرب معين تابع للاتحاد مثلا هو المسؤول عن العمل لا لا إحنا يعني إحنا نعتبر يعني أصلا أنا مدرب بقليه كذا سنة فإحنا نعتبر إحنا يعني بنمر نفسنا طبعا يعني عندي خبرة كافية إن شاء الله ويومك بقى عامل إزاي عمر؟ بالخيص الأكل والتمليل وعدد ساعة النوم والشياء طبعا قبل البطولات وبكده بنحاول نعلي النفس شوية فبنتمرن كارديو الصبح بدري حتى لو بس جارية أو حاجة زي كده وبعد كده بنتمرن بقى تاني في نص اليوم أو العصر كده بالليل شوية التمليل بتبقى أخيرها ساعتين يعني أو حاجة بنمرن بقى طبعا كل الأشكال يعني بنحاول نجيب بقى السترانث والإنديورنس وال بنتمرن على كذا طريقة يعني عشان نعاب البطولة احنا بقى شعار فين استرانث بتاعة البطولات وعاملة إزاي انت شخصيا متخصص في يعني شكل معين من أشكال المنافسات المختلفة اللي موجودة في الرياضة دي ولا اللي بيمارسها لازم يمارس كل الأشكال لا لا وفيه ثلاثة كاتيجرز كاتيجر اسمه سترانث اللي هو اللي أنا بيتمرنه وكاتيجر اسمه باور دول بيشتغلوا نفس حاجاتنا عقلة ومتوازي وضغط ومسلوبس بس بوزن بيشير وزن بيربط وزن فسطهم بحزام كده وبيعملوا بيه أكتر عدد هنا بتبقى درجات الصعوبة أكبر طبعا يعني مختلفة شوية وفي بقى فريستايل بقى لهم بتشقلبوا شوية وبيعملوا بقى حركات سكيلز أكتر يعني بس بس إحنا حاجاتنا بتبقى حاجات من كلها باديويت كلها وزن الجسم بس بيبقى أرقام معينة لازم خلاصة في وقت معينة لكن الرياضة دي مفيهاش جانب استعراضي بأي شكل من الأشكال كلها مبنية فعلا على قوة والتحمل إلى أخير طبعا مفيهاش أي جانب استعراضي لا يعني فريستايل شوية بيعملوا حركات شكلها كويس شوية بس مش استعراضي وبرده قوة طبعا تهات شخصي من اللعب يعني يعني حاجة زي كده طب انت قبل ما تشارك في البطولة العالم في لطفيا مؤخرة أكيد كان فيها قبلها مشاركات في بطولات مختلفة سواء محليا إقليميا والله أنا يعني في اللعبة دي عشان في مصر هي ما بقلهاش كثير ما كانش في بطولات كثير لها فالأسف دي كتأوي بطولة الجمهورية شارك فيها أصلا في مصر والحمد لله أنا يعني اتفاجئت طلعت أول فيها الحمد لله وتأهلت بطولة العام كانت حاجة طبعا كبيرة بالنسبالي فللأسف ما طبعا تتفاجئت بين انت أول جمهورية وما لبقيت أول عالم كان إيه شعورك بقى وقتها حسيتني إيه بالمناسبة والله طبعا إحساس جميل جدا أمكت يعني ما كنتش متوقع أنا كان نفسي إن أنا أطلع طوب 5 أو طوب 6 ده كان بالنسبة لي حلم يعني فحمد لله أنا كمان إحنا هناك في بطولة العام بيبقى فيه 2 categories أو يعني 2 sets فيه qualification round بنخشها الأول بيدخلوا الناس كلها وبينقوا أحسن ستة بيدخلوهم بقى final round فإن أنا بس أحلم إن أنا أوصل لأول ستة دي و بعد كده أي حاجة تيجي بقى الحمد لله بطل العالم ده لقب مش 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 بسيط أبدا وأكيد جي بعد مشوار كله كفاح وتعب إحنا بنحييك وبنهنيك وبنشكرك على وجودك معنا نورتنا في حلقات النهار ده عم كل التوفيق ليك بإذن الله طيب يا حضرات إحنا بكده نكون انتهينا من الفقرة الحوارية الأولى هنطلع فاصل ومجرد العودة من الفاصل الفقرة المسجلة مسبقا اللي كلمتها حضراتكم عناها في أول حلقتنا النهاردة اللي أجرتها الزميلة العزيزة نهواند مع الدكتورة إيمان المراكب حضراتكم حتابعوها وأكيد حتسمعوا كلام يهم على الأقل شريحة كبيرة من المشاهدين أنا شخصيا أشكركم جزيلا شكرا على متابعاتكم ليه في حلقتنا النهاردة ويتجدد اللقاءنا بكرة بإذن الله شكرا لكم